هو أكبر مأزق على كل تمر به الآن الدولة هي حالة الازدواجية على الأقل الموجودة ما بين المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية أضف إلى ذلك أزمة الثقة الكبيرة جدا ثالثا أيضا أضيف إليها بعض الأحزاب التي هي جزء من السلطة وفي نفس الوقت هي جزء من المعارضة وهنا أشير إلى قضية الحزب الشيوعي كيف أنه هو جزء من السلطة في وزاراتها وفي اقتسام سلطتها وكعكتها وفي نفس الوقت هو يسيطر أيضا على الشارع من خلال لجان المقاومة وموقف هذا الحزب طبعا بطبيعة الحال واضح من المؤسسة العسكرية فهنا تكمل يبدو لي المشكلة كما ذكر الفريق في تقديري الآن نعم فريق أول محمد بشير لا أتصور الآن المؤسسة العسكرية على الأقل تذهب إلى اتجاه قبول هذه الاستقالات لأن الوضع فعلا ربما حتى تستكمل عملية السلام ويدخل على الأقل الجبهة الثورية ويعاد هيكلة مسألة الولاة لا أتصور الآن يسمح على الأقل هؤلاء الولاة بالتخلي عن مواقعه طيب الدكتور ولكن كيف ستواجه قحت ضغط الشارع الآن يريد منها تكوين مولاه هناك مجلس شريعي وهناك أشياء أخرى فكيف ستتعذر أمام الشارع السوداني المشكلة أنها التزمت التزمت في التفاقات خلال إسبوعين لا هي التزمت في اتفاقاتها مع الجبهة الثورية أن موضوع الولاة يعلق حتى تنتهي الاتفاقية وبالتالي أنت الآن ما بين مطالب الثوار وحركتهم ومطالبهم وما بين اتفاقية نصت على أن موضوع الولاة يرجع حتى تتم الاتفاقية فلا أتصور التعجل على كل ذلك كيف نفهم أن من أتوا بالحكومة أو أعطوها الشرعية يطلبون مطالب والحكومة تقدم وعودات لطرف آخر والواقع ينفذ مطالب الثوار أو الأصحاب الشرعية الحقيقية للحكومة أو القضية الثوار يعني صراحة يعني أي مطلب مطالب الثوار الآن تم تنفيزه خلال فترة ماضية الموضوع الثوار حتى هذه اللحظة اعتقد كل مطالبهم معلقة وما يجري هو عبارة عن ما يتم التوافق عليه ما بين المجلس العسكري وما بين الفرية والتقيير والطرف الثالث هو الجبهة الثورية هنا تكمن تقريبا اتخاذ القرارات وتصنع تقريبا الطبخات السياسية للبلد وبالتالي مطالب الثوار في تقدير جزء كبير منها مرجع إلى فترات قادمة